هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية والتي اعتبرتها خرقا للقانون الدولي والإنسانية ما استوجب العقابة الفورية وطلب الأزار الشريف بمواصلة الضغط بكل السبل وقف جرائم الإبادة الجماعية بينما اعتبرت إيران المجزرة بأنها رغبة إسرائيلية في مواصلة الحرب وطلبت بريطانيا بوقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين بغزة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة